أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أيها الإخوة هذه الآية التي ابتدأ بها القارئ قراءته في هذه الليلة ويسألونك عن المحيض تأتي في سياق إجابة الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فيما بلغه جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأتي في سياق إجابة الأسئلة التي يتساءل عنها بعض الناس وهذا كما ذكرنا أسلوب من أساليب التعليم فإن أحكام الشرع لم تأتي كلها سرداً هكذا ولكنها كانت تأتي بأساليب متنوعة وفي صور متعددة وفي أوقات متفرقة ليكون ذلك أبلغ في الفهم والوعي وأدعى إلى القبول والعمل وهذا السؤال يسألونك عن المحيض المحيض أمر طبعي يحصل للمرأة يحصل للمرأة التي بلغت السن المعتبر شرعاً وهو دليل على البلوغ هذا المحيض وقت المحيض يأتي فيه الحيض لكل امرأة لم تكن حاملاً المرأة التي تحمل التي تكون حاملاً لا يأتيها الحيض والحيض هو عبارة عن خروج البويضة التي في الرحم لأنها لم تتلقح فلو تلقحت جاء معها زوجها فتلقحت فإنه لا يخرج الحيض بعد ذلك لكن هذا الحيض دليل على أن المرأة ليس بها حمل فالله سبحانه وتعالى بين أحكام الحيض للنساء أحكام الحيض النساء لماذا؟ لأن هذه المسألة كانت تعتريها شبه وشكوك من أيام الجاهلية كانوا يعتزلون المرأة الحائض ويعتبرونها ناجسة ولا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يخالطونها فالله سبحانه وتعالى بين وجه الصواب والحق هذه المرأة مسلمة طاهرة مثلها مثل غيرها جسدها لا ينجس هذا عارض ألم بها في مكان معين وأما بقية جسدها فهو طاهر وهي محترمة ولا ينبغي أن تعتزل ولا ينبغي أن ينظر إليها على أنها نجسة وهذا الفكر كما كان عند أهل الجاهلية هو في الأصل عند اليهود الذين حرفوا دين الله عندهم أن المرأة إذا حاضت تكون نجسة ولذلك يعتزلونها فالله سبحانه وتعالى بيّن الحق في هذه المسألة يسألونك عن المحيط ما هو؟ قل هو أذى أذى يعني هذا المكان يتأذى بخروج الحيط لكن بقية جسد المرأة لا علاقة له بذلك فاعتزلوا النساء في المحيط يعني في وقت الحيط اعتزلوهن كيف يعني لا تقربوهن لا تجالسوهن لا تخالطوهن لا اعتزلوا هذا المكان الذي يخرج منه الحيط والذي هو المعتاد في وقت الاستمتاع والجماع والذي يخرج منه الولد هذا المكان إذا نزل منه الحيط يجب اعتزال النساء اعتزال النساء في هذا المكان لأن السؤال جاء عن شيء محدد ما جاء السؤال عن جسد المرأة جاء السؤال عن هذا عن المحيط ما قال عن الحيط المحيط هو مكان الحيط مكان الحيط المكان الذي يخرج منه الحيط قال فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن ومعنى القربان هنا هو الجماع أن يستمتع الرجل بامرأته في هذا الوقت حرام لا يجوز لا تقربوهن هذا النهي والنهي يفيد التحرين النهي عندنا في شرعنا لا تفعل يفيد التحرين إذا ورد من الشارع ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني عدم القربان هذا ينتهي إلى غاية معينة ما هذه الغاية؟ هي وقت الطهر وهذا من جمال التعبير الإلهي لاحظوا ما قال حتى ينقطع دم الحيض قال حتى يطهرن لأن الطهارة تأتي بعد انقطاع دم الحيض لا تكون الطهارة من الحيض إلا بعد انقطاع دم الحيض ثم الاغتسال ثم الاغتسال هذا هو التطهر ولا تقربوهن حتى يطهرن فعندنا أمران في جواز القربان في جواز قربان الرجل لامرأته متى؟ إذا حاضت متى يجوز له؟ إذا حصل أمران انقطع الدم يعني توقف ثم تطهرت لأن الله سبحانه وتعالى ما قال حتى ينقطع الدم قال فإذا تطهرن يعني إذا حصلت الطهارة بعد انقطاع الدم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن يعني هذا أمر بعد النهي كما يقول العلماء يفيد الإباحة لا يلزم منه ليس يعني على سبيل الوجوب لكن على سبيل الإباحة لأنه رفع النهي السابق كان القربان منهي عنه فجاء هنا الأمر فهذا يدل على الإباحة فأتوهن لكن من أين قال من حيث أمركم الله كيف أمرنا الله قال نساؤكم حرث لكم بعدها فأتوا حرثكم أن ناشئتم والحرث هو موضع الزرع والبدر موضع الزرع والبدر هذه هي الحراثة موضع الزرع والبدر فأتوهن من حيث أمركم الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم وهذا يعني أنه لا يجوز أن تؤتى المرأة إلا في موضع الحرف يعني في الموضع الذي يستفاد منه بحصول الولد وهو هذا المكان وهذا يعني تحريم إتيانها في موضع آخر ومنه استفاد العلماء حرمة إتيان المرأة في دبرها مع أنه قد وردت استفادوه من هذه الآية مع أنه قد وردت أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام تلعن من فعل ذلك من أتى مرأة في دبرها فهو ملعون حديث كثيرة تدل على هذا المرأة لكن المباح والمشروع في موطن الحرف وهو المكان الذي يبتغى فيه الولد فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين الذين يرجون عفو ربهم عن ذنوبهم ويحب المتطهرين الذين يحبون الطهارة والنظافة وأما إتيان المرأة في دبرها فإنه ليس من الطهارة هو من القذارة إضافة إلى ما إلى نهي الشارع عنه فهو موطن للقدارة وليس موطعا للطهارة لكن المرأة إذا انقطع حيضها وتطهرت فالمكان هذا طاهر فالذي يأتي زوجه وفي هذا المكان يأتيها وهو يحب الطهارة ويجدها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم قال تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم يعني المرأة عند زوجها هي موطن الحرف لأن من أهم مقاصد الزواج حصول الولد وهذا لا يأتي إلا من هذا المكان فهذا هو موطن الحرف فأتوا حرفكم أن ناشئتم يعني على أي هيئة لا يشترطوا أن يكون الإتيان هذا بهيئة يعني محددة يمكن أن يكون من الأمام من الخلف من على جنب المهم أن يكون في موضع الحرف في موضع الحرف الذي أباحه الله سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم قدموا لأنفسكم ما هو المقصود بهذه الآية ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التسمية عند الجماع والدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم قال حين يأتي أهله اللهم جنب بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا لم يضره الشيطان أبدا قدموا لأنفسكم أطلبوا الخير لأنفسكم وبعض العلماء يأخذ من هذا أيضا لطيفة أخرى ما هي هذه اللطيفة أن يقدم الإنسان قبل الإقدام على هذا الأمر على يعني ابتغاء الولد على يعني الدخول إلى موضع الاستمتاع أن يقدم بالمداعبة والملاعبة والاستئناس أن لا يهجم عليها كما يهجم فتهجم الحيوانات على بعضها لأن يقدم لذلك بمقدمات هذه المقدمات هي الملاطفة والمداعبة حتى تستأنس المرأة لأن لها حقا إن لكم حقا على نسائكم ولنسائكم عليكم حقا ها ها للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا ها وعاشروهن بالمعروف كل واحد منهم له حق فبعض العلماء أخذوا من هذا اللطيفة وهي أنه قدم يعني قبل الجماع بالمداعبة والملاطفة نعم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله في كل هذه الأعمال لاحظوا أن أمر التقوى مر معنا في أمور كثيرة لا تكاد تخلو منه آية تتعلق بحكم شرعي إلا ويأتي الأمر بالتقوى واتقوا الله لماذا الأمر بالتقوى في هذا الأمر بالتقوى هنا حتى لا يتجاوز الإنسان أباح الله له إتيان امرأته في موضع الحرف فلا يجوز له أن يضعه في غيره تقول الله المرأة والرجل في بيتهما في خدرهما لا يطلع عليهما أحد يمكن أن يفعل شيئا محرما من الذي يردعه تقوى الله فاتقوا الله هذا كله أباحه الله لكن واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه لا بد أن تضع هذا نصب عينك ملاقات الله سبحانه وتعالى أنكم ملاقوه ماذا ستقول إذا كشفت لك أعمالك وفيها سيئات ومخالفات تقوى الله وألموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين البشارة لمن هنا للصادقين من المؤمنين الذين التزموا حدود الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصرحوا بين الناس والله سميع عليم ما هي المناسبة بين أن تأتي هذه الآية المتعلقة بالأيمان بعد الآية المتعلقة بأحكام الحيض لأن أحكام الحيض تتعلق بالطلاق تتعلق بالإيلاء والإيلاء ما هو أن يحلف الرجل على عدم وطء امرأته مدة معينة أو مطلقة هذه أيمان الحيض له علاقة بالطلاق لأن الحيض يتعلق بالعدد المرأة اعتد بالحيض إذا كانت حائضة قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الأيمان مشروعة إذا كانت في حق وإذا كانت بسم الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته من كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمت إن الله يأنهاكم أن تحلفوا بآبائكم لا يجوز أن تحلف بولي ولا بملك ولا بغيره ولا بكبير ولا بصغير ولا بمخلوق حالف بالله لا يستحق أحد التعظيم إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحلف به فلا تحلفوا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمت ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لكن بعض الناس يحلف يمين أن لا يبر أحدا أن لا يتعرض لهؤلاء الأقارب بينهم خصومة وقد مل منهم أو من عامة الناس كان يجلس لهم يصلح بينهم يقوم بشؤونهم فتأذى من ذلك بعض الشيء فحلف أن لا يقوم بشيء من ذلك حلفا حلفا والله لا أفعل هذا أبدا ولا أتعرض ولا كذا كما يقول العامة كن بعيدا حبك يزيد لا قال لا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تجعل الحلف بالله حائلا بينكم وبين الخير أن تبر أن تصل أقاربك حلفت أن لا تصله حلفت أن لا تكلمه حلفت أن لا تفعل له شيئا لا بره عليك أن تبره عليك أن تصله لا تحلف لا تجعل اليمين هذه بالله حائلا بينك وبين الخير لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبر وتتق إذا حلفت أن لا تصوم أن لا تصلي أن لا تحج عمل من أعمال الأعمال المكلف بها لا تجعل اليمين هذه حائلا بينك أن تبر وتتق طاعة الله سبحانه وتعالى وتصلح بين الناس من أغم الأمور التي حث الله سبحانه وتعالى عليها وأثنى عليها الإصلاح بين الناس كما ورد في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم يعني الخلق إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتيه أجرا عظيمة الإصلاح فلا تحلف ولو حصل ذلك منك فعليك أن تكفر عن يمينك كفر عن يمينك وأتي هذا الخير حتى يكتب لك الأجر النبي عليه الصلاة والسلام قال قال والله إني لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير حتى لو حلف الإنسان جعل الله له مخرجا أن يحلف أن يكفر عن يمينه ويأتي الأمر الذي فيه خير وفيه أجر وفيه منفعة ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلي هذا كلام عن الأيمان الأيمان ثلاثة أقسام وانتبهوا لهذا الأيمان التي يحلف بها الإنسان أقسام ثلاثة أقسام ثلاثة قسم هو اليمين الغموس والعياذ بالله ما معنى اليمين الغموس أن يحلف على أمر ماض من الأمور السابقة أنه لم يفعله أو أنه فعله ويكون الحال بخلاف ذلك يحلف عليه دين فيحلف أنه قد أدى الدين إلى صاحبه وهو لم يفعل ذلك أو يحلف أنه لم يفعل ذلك والحال أنه قد فعله يعني أن تكون اليمين بخلاف الحال التي كان عليها الحالف هذه تسمى اليمين الغموس والعياذ بالله هذه أشد من أشد المصائب وأعظم العظائب سميت غموسا قيل لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله ومن عظم شؤمها أنها ليست لها كفارة ليست لها كفارة وهذا يدل على خطرها أمرها خطير جدا أنه ليست لها كفارة سيبقى إثمها معلقا برقبة صاحبها إلى يوم يلقى الله إلا أن يتوب توبة توبة النصوح تجوب من قبلها لكن إن بقي عليها بدون أن يستغفر الله منها وأن يعمل الصالحات ستبقى ملازمة له إلى يوم القيامة فيغمس في النار بها والعياذ بالله هذه يمين اليمين الثانية ما هي اليمين الثانية هي ما تسمى باليمين المنعقدة ما معنى اليمين المنعقدة هي اليمين التي يحلف بها الإنسان بعزم ويقين على أمر مستقبل ما حصل أن يفعله أو أن لا يفعله يقول والله لا أزور هذا الإنسان والله لا أدخل بيته والله لا أأكل طعامه أو أن يحلف والله لأعطينك والله لأبرنك والله لأفعل لك كذا هذه يمين منعقدة هذه هي اليمين التي فيها الكفار السنة فيها ما هي السنة أن يبر بيمينه يعني أن يحقق ما حلف عليه لكن إذا أراد أن يخرج من هذه اليمين أو وقع في ضدها رجل حلف على امرأته ألا تخرج من البيت حلف عليها أن لا تخرج ثم بعد ذلك رأى أنها تحرجت من هذه اليمين والدها مريض وأسرتها تحتاج إليها وتريد أن تزوره ماذا يصنع فيه الكفارة قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير يكفر عن يمينه وتنحل اليمين لو أنه قطعها فعل يعني فعل ضدها وجبت عليه الكفارة لكن الأحسن ما هو إذا أراد أن يفعل أن يكفر قبل أن يفعل أن يتحلل لو قال والله لا أدخل دار فلان ثم بعد ذلك جاءه من نصحه ووعظه أو كان فلان هذا أصيب بمرض فأراد أن يزوره وتذكر أنه حلف أن لا يزوره أن لا يدخل داره ماذا يصنع يكفر عن يمينه ثم يأتي هذا الأمر الذي هو خير هذه اليمين ذكر الله سبحانه وتعالى أمرها وبيّن حكمها وطريقة الكفار فيها في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم هذه اليمين المنعقدة لكن فيه يمين ثالثة ليس فيها شيء لا ترتب عليها عذاب وعقاب ولا تترتب عليها كفارة ولا شيء ما هي هذه اليمين وهذا من رحمة الله بعباده من رحمة الله بعباده اليمين التي تسمى يمين اللعو يعني في محاورات الناس ومداوراتهم اثنان يمشيان في طريق فأقبل أحدهما على داره وقال لرفيقه أدخل معي والله تدخل معي والله لا أدخل قال أدخل ولا تدخل هذه أيمان لعو لأنه ليس المقصود منها حقيقة اليمين التي هي عقد القلب على عدم الفعل أو على الفعل فهذه أيمان لغو ما يجري في محادثات الناس بل لا والله لا والله هذا الكلام الذي يجري بين الناس ويريد أحدهم أن يتثبت أو أن يسمع كلاما هل حصل بالله والله 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 لم يحصل هكذا الكلام هذا يمين اللغو لغو هذه ليس فيها شيء ومع ذلك كله فإنه ينبغي للإنسان المسلم بل يجب عليه أن يوقر اليمين بالله اليمين هذه باسم من ارتبطت باسم من باسم الله تبارك وتعالى فلابد أن يستشعر خطرها وعظم أمرها فلا يستسهل أن يقول هذا الكلام وأن يأتي باسم الله في كل مقام إلا في مقام الذكر أو عندما يحتاج إليه في باب اليمين عند الحاجة أما في كثرة الكلام أو عند الكذب كما يحصل في الأسواق من كثرة الأيمان تأتي إلى أحد الباعة ومعه سلعته فيحلف فيحلف لك أيمانا كثير يحلف لك أيمانا كثيرة أنه باعها لك بأقل من ثمنها أو أنه هذا هو السعر الذي يبيعه أو كذا ويحلف لك وهو ليس بحاجة ليس بحاجة لذلك وما يجري في الأسواق هذا فيه خطر عظيم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف بالله الذي لا إله غيره لقد عطيت فيها أكثر وهو كاذب هذا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه وله عذاب أليم فما يجري في الأسواق أمر خطير يجب أن يتنبه له كل من يعمل في هذه الأسواق وأن يذكر من كان قادرا على تذكير أهل السوق بهذا الأمر العظيم ولذلك كانت الأسواق هذه كما جاء في الحديث الأسواق هذه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصفها قال أحب الله أحب بقاع الله إلى الله مساجدها وشرها أسواقها لماذا شرها أسواقها حاجات الناس في الأسواق لما يجري فيها من الغش والتغاب والنج والأيمان الكاذبة هذه كلها تجري في الأسواق فلذلك النبي عليه الصلاة يذكره هنا على سبيل التنفير من هذه الأمور لا لمنع الناس من ارتياد الأسواق أسواق لا بأس أن يذهب الإنسان لقضاء حاجته أما أن تجعل الأسواق هذه مكانا للنزهة والاستمتاع واستعراض الأشياء من غير حاجة هذا والعياذ بالله يوقع الإنسان في الذنب ويضيع عليه وقتا لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني ما عقدتم العزم عليه في اليمين والله غفور حليم إذا تاب الإنسان وأناب واستغفر الله سبحانه وتعالى غفور حليم ثم قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم تسلسل جميل جدا يعني تكلم عن اليمين ثم بعده أعتبه بالكلام عن الإيلاء الإيلاء ما هو يمين يمين الإيلاء يمين نوع من أنواع اليمين لكنه حلف على حلف المرء على زوجه أن لا يقربها يعني أن لا يطعها والوطء والاستمتاع كما هو حق للرجل حق للمرأة هذا الاستمتاع حق الاستمتاع المشترك حق لكل من الزوجين فلو حلف أن لا يطعها مطلقا أو حلف أن لا يطعها مدة تزيد على أربعة أشهر فهذا يسمى مولي الإيلاء هذا يسمى هذا يسمى الإيلاء وصاحبه مولي هذا يمين إيلاء فهذا الله سبحانه وتعالى بيّن الحكم فيه للذين يؤلون من نسائهم تربس أربعة أشهر تنتظر أربعة أشهر فإن فاء في هذه الأربعة أشهر قبل انقضائها فإن الله غفور ورحيم يغفر لهم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إذا مضت هذه الأشهر الأربعة ولم يفئ يعني لم يرجع فالآن هذه مسألة يعني تلزمه الطلاق إما أن يطلق إن طلبت المرأة فإن رفض القاضي يطلق عليه يطلق عليه جبرا عنه وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ثم قال بعد ذلك الآن حصل الطلاق في بعض الأحوال يحصل الطلاق بعد الإيلاء هنا لابد إذن الكلام أن يتصل بشأن المطلقات وأحكامهن قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إذا حصل الطلاق بعد الإيلاء أو بغيره المطلقة هذه ماذا تصنع هذه المطلقة إن كانت من ذوات الحيض كانت تحيض شابة ما وصلت إلى سن اليأس هذه تتربص يعني تنتظر ثلاثة قروا القرء من الألفاظ المشتركة كما يقول علماء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض وإذا حملناه على أحد هذين المعنيين يختلف الحكم قليلا فإذا قلنا إن القرأة هو الحيض فإن المعتبر هو ثلاث حيضات وبمجرد أن تدخل المرأة في الحيضة الثالثة انقضت عدة مجرد أن تدخل يعني حاضت حيضتين وطهرت ثم دخلت في الحيضة الثالثة حصل ثلاثة قروا تهى وإن قلنا هو الطهر فإنه لا بد لها بعد هذه الحيضة أن تنتظر حتى تنقضي الحيضة ثم تطهر حينئذ تنقضي عدتها يعني إذا حملناه على الطهر تكون العدة أقصر أو أطول 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 قليلا لكن المرجح عند كثير من العلماء أن القرأة هو الحيض لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المسلمة دعي الصلاة أيام أقرائك دعي الصلاة والمرأة لا تدعي الصلاة وهي طاهر تدعي الصلاة وهي حائد نعم قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن المرأة هذه المطلقة يجب عليها وجوبا شرعيا أن تفصح عن حالها إن كانت بها حائض تقول إنها حائض فإذا حاضت حائضتين ودخلت في الثالثة تقول إنها حاضت هذا هي لتعلم هذا خلقه الله في أرحامهن الحائض أو أن يكون في رحمها حمل فلابد أن تفصح عنه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن لأن المرأة قد تكتم شيئا من ذلك لغرض في نفسها مثلا تقول بأنها حاضت الحائضة الثالثة وهي لم تحض فتقطع على الرجل فرصة المراجعة الرجل له أن يراجع امرأته في الطلاق الرجعي قبل انقضاء العدة فإذا قالت أنا حضت الحائضة الثالثة معنى هذا أنه لا يصح له أن يراجعها أتفعله المرأة ما الذي يردعها خوف الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن كذلك إذا كانت حامل مرأة لا بد أن تفصح عما في رحمها هذه العدة لنوع واحد من المطلقات من هن هؤلاء المطلقات من كانت تحيض شابة ويأتيها الحيض يأتيها الحيض لكن فيه أزواج نساء كبيرات السن انقطع عنها دم الحيض انقطع عنها دم الحيض وفيه نساء صغيرات صغيرات لم يبلغن حد الحيض هذا كله ذكر حكمه في سور أخرى وفي آيات أخرى في سورة الأحزاب ذكر حكم النساء الكبيرات حكم النساء المطلقات قبل الدخول قبل الدخول لكن في سورة الطلاق ذكر حكم عدة النساء المطلقات الكبيرات والصغيرات فعدتهن ثلاثة أشهر الكبيرات واللائي لم يحض فعدة الكبيرة التي انقطع حيضها والصغيرة التي لم تحض عدتهن ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر طيب هذه عدتها ثلاثة قرؤ لأنها تحيض ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر هذا مقتضى الإيمان تذكير يهز القلوب إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر يعني لا بد أن تأتني المرأة بالصدق في هذا المقام فلا تقول غير الحق وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها الزوج قبل انقضاء العدة أحق بردها إلى عسمته هذا في الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي المرة الأولى وبعد المرة الأولى وبعد المرة الثانية الطلقة الثانية فإذا راجعها قبل انقضاء هذه العدة يعني حاضت حيضتين وقبل أن تدخل في الثالثة فراجعها فهو أحق بها بعولتهن أحق بردهم إذن الرجعة حق لمن هل هي للرجل أو للمرأة للرجل ولا يشترط فيها إذن المرأة ولا موافقتها الرجعة وتحصل بالقول وبالفعل يعني لو أن الرجل قال راجعت امرأتي أرجعتها إلى اسمتي هذه رجعة أو فعل فعلا يدل على الرجعة كأن وطئها مثلا جاء معها والمرأة المطلقة في الطلاق الرجعي زوجة يعني كاملة الأوصاف لها مال الزوجة من النفقة والسكن والمودة وعليها ما على الزوجة الرجل له عليها ما على الزوجة فيستطيع في هذه الحالة أن يستمتع بها قبل انقضاء العدة هذا رجعة يعتبر لو حصل هذا يعتبر هذا رجعة لكن لمن الرجعة للزوج وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني بعد الطلاق إن أرادوا إصلاحها يعني لا يجوز للرجل أن يرجع المرأة إلى اسمته قبل انقضاء عدتها إلا إذا أراد الإصلاح له فيها رغبة يحبها يريد أن ترجع إلى أولادها ويريد أن يلم الشمل هذا أمر إصلاح لكن إذا أراد أن يضارها أن يضيق عليها أن يطيل عدتها أن يرجعها طلقها طلقة وعندما قاربت انتهاء عدتها راجعها وتركها مدة ثم طلقها حتى تطول عليه الأدة وهو ليس له فيها رغبة فهذا لا يريد الإصلاح هذا لا يريد الإصلاح وعليه الإثم وعليه العقوبة من الله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه الحال المطلقة الرجعية لها مثل ما عليها لها عن حقوق أن تحصل عليها كما قلنا في النفقة والسكن والرعاية وعليها أداء حقوق الزوج إذا طلب شيئا نعم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الأمر المعتاد الذي يتعلق ويليق بحال الزوج وحال الزوجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز الحكيم إن كنا نتكلم عن الحقوق أن للمرأة حقوقا وللرجل حقوقا ولا بد لكل منهما أن يؤدي هذه الحقوق لكن هذه الحياة الزوجية الشركة الذي يديرها والذي يرأسها هو الرجل جعل الله سبحانه وتعالى له حق القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فهنا قال وللرجال عليهن درجة ما هي هذه الدرجة التي للرجل على المرأة هي حق القوامة بالمعروف حق القوامة والله عزيز حكيم عزيز قادر قاهر وحكيم في شرعه حكيم في شرعه وفيما يصلح خلقه ثم بيّن حال الطلاق الآن الطلاق وقع لكن هذا الطلاق كيف يكون ومتى يكون قال الطلاق مرتان هذا هو المشروع طلاق مرتان يعني مرة بعد مرة متى يكون مرتين إذا أتى مرة بعد مرة لو قلت جاءني فلان مرتين يعني جاءك مرة واحدة لا جاءك مرة بعد مرة فالطلاق مرتان يعني أن يحصل الطلاق مرة بعد مرة هاتان المرتان هما الرجعيتان يعني في هاتين الطلقتين يمكن للرجل أن يراجع امرأته قبل انقضاء عدتها بدون مهر وبدون شهود وبدون ولي وبدون رضا منها لكن إذا انقضت عدتها قبل أن يراجعها فلا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديد قال الطلاق مرتان طلاق هذا الشريعة في الإسلام مكروه الطلاق الطلاق ليس من الأمور المحببة المستحسنة في الشريعة من الأمور المكروهة لماذا لأن فيه تفريقا وقطعا للأواصر وتشريطا للأسرة وإضاعة للأولاد والمرأة هذا الطلاق ليس أمرا سيئ سهلا فلذلك الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف يعني إذا أراد الرجل أن يمسكها له رغبة حقيقية في إمساكها يمسكها بالمعروف وإذا ما أراد هذا ليس له فيها رغبة فليسرح سؤل النبي عليه السلام في بعض الروايات الطلاق مرتان أين الثالثة؟ قال تسريح بإحسان طلاق مرتان فإمساكم بمعروف سؤل أين الثالثة؟ قال تسريح بإحسان هذه الثالثة إذا راجعها في المرة الثانية وليس له رغبة فيها فليسرحها فليسرحها طلقها الطلقة الثالثة إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان طيب مما يتعلق بهذا مسألة الحقوق المالية بين الرجل والمرأة المرأة تملك شيئا خاصا بها لا يشاركها فيه غيرها ما هو؟ الصداق وآتوا النساء صدقاتهن نحلة خالصة ليس لأحد فيها شيء الصدقات المهور هذه خالص حق النساء طيب إذا حصلت عليه المرأة وهذا أراد أن يطلقها فالله سبحانه وتعالى نبه الرجال لا يجوز للرجل أن يضارها وأن يضيق عليها حتى تدفع له مال لا يجوز هذا لا يجوز لأنها أخذت حقها الشرعي وهو استمتع منها بما أحله الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم لا يحل لكم يعني يحرم عليكم أن تأخذوا مما عتيتموهن يعني في صداق شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله إذا وصل الحال إلى أنه يخشى من وقوع مفاسد الرجل يخشى أو المرأة تخشى من وقوع عليه المفاسد هذه فلا جناح عليه ما في مفتدت به هذه الحال حال الاختلاع حال الخلع فيه طلاق وفيه خلع الخلع هذا من المرأة ليس من الرجل الرجل يطلق وأما المرأة إذا أرادت مفارقة الرجل فإنها تختلع منه تطلب من القاضي أن يخلعها يعني أن يفسخ نكاحها هنا الرجل قد يطلب قد يطلب عوضا عن هذا الخلع قد يطلب ما دفعه أو بعضا منه هنا لا بأس مادام أن الأمر جاء من قبلها بطلب الخلع فلا بأس من أن يأخذ الرجل ما أداه أو بعضا منه ولا جناح فلا جناح عليهم فيما افتدت به يعني كأنها افتدت نفسها بدفع هذا المال هذه صحابية اسمها فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها تزوجت برجل من الصحابة رجل مسلم من المسلمين الأتقياء الصالحين لكنها نظرت إليه فوجدت فيه من الصفات وراءت الخلقية وليس الخلقية شكله دمامة خلقه صغر قصر قامته وراءت الرجال الآخرين على غير هذه الصفة فكرهته لهذا فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله بيّنت له الحقيقة إني لا أعطي أنقم عليه في دينه ولا في خلقه ما عندي دليل أن أقول أن هذا فاسق أو فاجر أو كذا ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أريد أن أرتكب ذنبا أو جرما بأن أبقى معه ولا أؤدي له حقوقه أو أن أظلمه أو أن يظلمن قالت تردين عليه حديقته عطاها حديقة بستان مهرا قالت وإن شاء زدته مهم أن تتخلص منه فردت عليه حديقته قال هذا هو الخلق إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله هذه أمور يجب أن يتنبه لها حمى الله ما هو حمى الله في هذا الكون حدوده إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارم هذه حدود الله التي بينها للناس لا يجوز أن يتجاوزها أحد فلا تعتدوها لا تتجاوزوا فيها لا المرأة ولا الرجل لا في الطلاق ولا في الرجعة ولا في المعاملة لا يجوز أن يعتدي عليها ولا أن يظلمها ولا أن يقصر في حقها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون والظالمون مصيرهم عند الله سبحانه وتعالى وجزاؤهم نتوقف الآن وإن كان الموضوع لا زال متصلا في شأن الطلاق لنكمل إن شاء الله في الدرس القادم لأن عندنا هنا عددا من الأسئلة لعلنا أن نستطيع أن نجيب عليها صلى الله على نبينا محمد ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونسأله بإسماء الحسنى وصفاته العلا أن ينصر عباده المسلمين المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أنجي المسلمين المستضعفين من عدوهم اللهم أنصرهم بنصرك وأييدهم بثأييدك ومكنهم في ديارهم وأوطانهم يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر